السلام عليكم كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم احباقي راح نعمل البشار من دون ولا نقطة ذات راح نقليه بالماء بطريقة سهلة فيكن تعملوا باي تنجرة موجودة عندكم بالبيت ما ضروري ابدا تكون تنجرة غير لاصيكة ان شاء الله بتحبوا هاي الطريقة بتنفع اكيد للضايت لناس اللي حافبين وجاي عبالوا نياكلوا البشار فيكن هلأ تاكلوه بطريقة صحية من دون ولا نقطة ذات عندي هون متل ما شايفين حبيته الدرة راح نباشر هلأ بالماء بس قبل بدي فرجيكم على كمية الماء اللي انا بدي حطها عندي كوب كامل من الماء هيدا متل ما شايفين كوب صغير راح نحط الماء راح نعملهم بهيدا الشكل هيدا كمية الماء اكيد آآ بدنا ننزل فيها آآ هي وباردة حبيته الدرة ما منطر الماء لتسخن ابدا هي والماء باردة متل ما شايفين نعملهم بهيدا الشكل مباشرة هلأ راح انتقل فيهم على النار لحتى مباشر بيقلي الزراء على آآ بالماء هون متل ما شايفين احبائي بلجت عندي الماء تغلي احبائي ازا كنتم من المتابعين الجداد واول مرة بتشوفوا المحتوى بتشوفوا القناة وحبي نوصلكم كل جديدة نزلوا هلأ لتحت لاسفل الفيديو وتبسوا اشتراك وفعلوا الجرس وتبسوا على كلمة الكلب هايدي الطريقة بتكون انضم ميتا لعائلتنا الكبيرة ويا اهلا وسهلا فيكن متل ما شايفين الماء يبلش تتبخر الحلو بهيدا الطريقة انه ما راح نوصخ تناجر بالمرة تنجرة او المقلة اللي بتكون تعملوا فيه البشر حيضل نظيف ما هيكون كله زيت ابدا بس خلص بتجيبوا هيك شوية آآ ليفت آآ لشال شوية صغيرة بتعملوها وبتغسلوها بتدلها نظيفة يعني طريقة كمان عملية لحتى آآ نريح حالنا شوي هوني نشفت عند الماء نحنا هون اكيد هتسألوا شو عملنا نحنا هون آآ حطينا حبات الدراء بالماء بعد ما حطينا حبات الدراء بالماء البارد يبلشوا يسخنوا وقت غلط عنا الماء بلش تسخن عنا حبات الدراء وتتعرض للحرارة شوي شوي بعد ما تعرضت للحرارة صارت مهيئة انها تفشر او انها تفرقع طبعا كل حدا بيقوله بلغته ومتل ما شايفين وقت تتبخر كل الماء الموجودة رح تتعرض حبات الدراء لحرارة المقلة او لحرارة الطنجرة متل ما شايفين هاي دي اول واحدة طلعت مجرد ما شوف انه طلع عنا حبات الدراء بهايدا الشكل بلشوا عنا يفرقوا سرعة بخفيف النار انا كنت مقوي النار لحتى طبعا تتبخر عندي آآ كل الماء الموجودة متل ما شايفين ما في عندي ولا نقطة ماء كلها تبخرت والبشار بلش يفشر او يفرقه طريقة صراحة حلوة ومنكن بحاجة لقالي خاصة لحتى تعملوا البشار من دون ولا نقطة الزيت فيكن تعملوها بكل سهولة بالبيت طريقة عملية حبيت انا شفتها طبعا لهيد الطريقة وحبيت طبقها للمتابعين عندي ويشوفوها طريقة حلوة عملية آآ صحية بامتياز حلق بما انه آآ بلش يترتج عندنا آآ كل البشار فراح نحط هيدا آآ الزياز بس كرمال نشوف شو عم بيصير عندنا على فكرة ريحتهم غير شكل حتى لو منهم بقلبهم زاد ريحت البشار كتير كتير حلو وتحبق بكل البات ومجرد ما انهم نعمل بشار بالبيت كل اللي لولاد يعني بيكونوا حوالينا بالمطبخ اكيد هلأ آآ الام كل ام عم بتقول معك حق زمانا فعلا وقت نعمل بشار ولادنا كل ايتهم بيكونوا حوالينا يلا يا ماما طعمينا وهيك فبنصحكم احباقي تجربوا هيدا الطريقة لولادكم صحية وازا ما بتحبوا طبعا هيدا الطريقة فيكن تحطوا زاد عادي لان انا بعد شوية رح اعمالكم طريقة بالزيت بس رح نحط فيها الشوكولات بس مش حايل لشوكولات رح استخدم الشوكولات السود يعني حنعمل آآ طريقة صحية طريقة لأ هيدا عند البشار ما شاء الله من دون ولا نقطة الزيت رح حط على الملح انا حطت اخر الشي الملح ان شاء الله يا رب احباقي هيدا الطريقة تحبوها وبتمنى طبعا تعملولا مشاركة عندكن لحتى توصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفيد من هالبشار الصحي هلأ رحطوا عندي بجات بعيدا الشكل يا الله رحطوا نشو حلوي هلأ وقت انا بزعبر بعمل شوي بالزيت كنا عاملي ضيت آآ فبكون الوضع يعني لا يتحمل فباكل هيكم واحدة برجع بندها بقول ييه يا ريتني ما اكلت انه راح اضيت دعان بس هلأ من يوم رايح لحعمل هيدا الطريقة لانه حبيتها ولايكم اصلا اهم شيء اهم شيء انه عندي المقلة اللي عملت فيه البشار بعض ومضيف يعني بتمسح شوية شوية صغيرة هيك مع شوية هيك ماي ومليفة شوية صغيرة بيمشي الحال بنفس الطنجرة انا مسحتها لايكوا على فكرة بقع الماي بعدها هيك انديني بتحسوها واثار البشار لان انا ما غسلتها متل ما قالت لكم هيدا الطريقة هتريحكم كتير من انكم اتغسلوا اه التناجر او اتغسلوا المقال من وراء البشار ومن وراء الزيت خاصة ازا بكم تعملوا كميات كتير كبيرة في ناس بيعملوا خاصة بعيد الاقل الملاد اه او باعياد ولادهم بيعملوا كميات كتير من البشار فيمكن يحتاجوا اه انهم اه يعني كزا تنجرة فيعملوا هيدا الطريقة فبيتسهل عليهم القصة وما بيقب يجلوا كتير وما بينطفوا ما معينهم كتير فطريقة صراحة منيحة هون حطت زيت حطت بشار قللت الكمية بس راح ارجع زيد هون عندي كمان اه قطعة من الشوكولات الاسود انا بحبك كتير كتير الشوكولات الاسود هلا طبعا ازا بتحبوا الشوكولات الفاتح اللي هون بني الفاتح حطوا بس حطوا قطعة صغيرة ما تكاتلوا كتير راح نحرقهم كل ايتهم مع بعض لحتى كل الشوكولات يدوب عالحرارة واكيد يتوزع على كل الحبيبات هيدا الشكل وبلشت عنا حبات البشارة صرقع او التفشر فمفروض غطيهم كمان راح اغطيهم بالغطة اللي غطيتهم قبل شوي وان انا استختمت متل ما شايفين جاتي كتير كبير لحتى نشوف كل شي عم بصير جوه وبلشت ريحة البشار مع الشوكولات وطلع ويا عين ما نريحة ذر شكل وهيدي احباقي شفتوا كله هيدا شوكولات اسود توزع على كل يعني توزع على كل مش ما شايفين البشار والغاز كمان اخد نصيب وما تكذب عليكم كمان هيك شوية طب على الغاز بين اه هنو عم بيتفرقع البشارات كمان الغاز صار في عليه شوكولات مش مشكل وراح ننزلهم بالجات متل ما شايفين ان شاء الله يراب احباقي هيدا الفيديو يكون خفيف حلو مهضوم حبيتو اه حبينا نعمل طريقتان ان شاء الله يراب تعجبكن انا بحبكن كتير بدي ودعكن مع تحياتي بوساتي اشتهد افتعد стал الفيث